قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في قطاع غزة ثومس وايت قال عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الصراع في خان يونس في جنوب قطاع غزة يتصاعد حيث تعرض مركز تدريب تابع للأنر والهجوم ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص وإصابة خمسة وسبعين آخرين بجروح قال وايت أن هذا المركز يأوي الكثير من النازحين حيث كان هناك ما لا يقل عن ثمانمائة شخص داخل المبنى الذي تعرض للهجوم وبسبب إغلاق الطريق المؤدي إلى مركز التدريب من قبل الجيش الإسرائيلي كانت فرق الإنقاذ التابعة للأنروا ومنظمة الصحة العالمية في غزة تكافح من أجل الوصول إلى موقع الهجوم